ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ومحاولة استدراجها للهروب معه صوب وجهة غير معلومة وبحسب الشكاية فإن أب الشاب كوتر البالغ من العمر 29 سنة يتهم صاحب قناة على اليوتيوبر ومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي باستغلال هشاشة الوضعية النفسية لابنته لمحاولة استدراجها للهروب معه لأسباب مجهولة بعدما دفعها للتطليق من زوجها وأورد المصدر نفسه أن أب الضحية وبعد فطنته لتدهور الحالة الصحية والنفسية لابنته ووقوفه على أسبابها قام بتقديم شكاية لدى النيابة العامة بصاحب قناة اليوتيوبر المذكورة خاصة بعد استفحال حالتها حيث لم تعود قادرة على مراعاة ابنتيها وأوضحت الشكاية أنه بعد البحث والتحري وصل إلى علم العارض أن ابنته على علاقة مع المشتكى به حيث استدرجها بواسطة فتتين أخريتين واضحا يتصل بها ليلة نهار إلى أن قام بإقناعها بالتطليق من زوجها الأول وبعد ذلك بدأ بإقناعها على الهروب معه حسب التسجيلات الصوتية بينهما وكذا الشهود من شقيقاتها ونظرا لخطورة التهم الموجهة لليوتيوبر والتي وصلت إلى حد التسبب في تشتوت أسره وكذا إهمال أم لأطفالها فقد أعطت النيابة العامة تعليمتها للضابط القضائي من أجل فتح بحث في الموضوع من أجل الوصول إلى حيتياته وتفاصيله ترجمة نانسي قنقر